التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي نائب رئيس جمهورية غنية الاستوائية تيودورون جيمة أبيانج مانك الذي سلم رسالة للرئيس السيسي من رئيس غنية الاستوائية تضمنت الإعراب عن تقديره البالغ لمصر وتوجه الدعوة للرئيس السيسي للزيارة غنية الاستوائية وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على مساندة جهود حكومة غنية الاستوائية لتحقيق التنمية ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية القوية بين البلدين من جانبه أعرب نائب الرئيس الغني عن تطلع بلاده لنقل الخبرة المصرية المتميزة عالميا في القضاء على التهاب الكبد فيروسي أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي محددات رؤية مصر حول أهمية الشراكات الجنوب جنوب في تحقيق الأهداف التنموية وخلال لقائه رئيسة بنك التنمية الجديد دلماء روساف أشر رئيس السيسي إلى تطلع مصر لمتابعة الخطط المستقبلية للبنك لسيما بشأن ما يوفره من الآليات المبتكرة والضمانات والدعم الفني الذي يتيحه للقطاعين الحكومي والخاص في إطار دوره الأوسع في المساهمة في إصلاح الهيكل المالي العالمي لإقامة بيئة دولية داعمة للاقتصادات الناشئة والدول النامية طالبت حركة حماس الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وأفادت الحركة في بيان أنه بينما يواصل وزير الخارجي الأمريكي أنتني بلينكين الحديث عن موافقة إسرائيل على المقترح الأخير لوقف النار فإن الحركة لم تسمع أي مسؤول إسرائيلي يتحدث بهذه الموافقة داعية بلينكين وإدارة الرئيس بايدن إلى توجيه الضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي وشددت حماس في بيانها على أنها لا طالما أبدت الإيجابية المطلوبة للوصول إلى اتفاق شامل ومرض يقوم على مطالب الشعب الفلسطيني العادلة بوقف نهائي للعدوان وانسحاب كامل من قطاع غزة وعودة النازحين وإعادة الإعمار وإبرام صفقة جديدة لتبادل المحتجزين والأسرى وأضافت الحركة أنها تعاملت بكل إيجابية ومسؤولية مع المقترح الأخير الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في نهاية مايو وكرسه مجلس الأمن الدولي بقرار صدر الاثنين الماضي شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على مناطق مختلفة بقطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن غارة جوية استهدفت منزلا جنوب النصيرات وسط قطاع غزة كما استهدف قصف إسرائيلي منزلا في حي الزيتون بمدينة غزة ما أسفر عن شهداء ومصابين هذا وقام جائش الاحتلال بنسف أمنية سكنية في وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة أعلن موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قلقة من تصاعد العنف بين إسرائيل وحزب الله وتسعى جاهدة لمنع حرب شاملة وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن واشنطن قلقة من اندفاع إسرائيل لحرب مع حزب الله دون استراتيجية واضحة مشيرين إلى أن واشنطن تعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة من شأنه تخفيف التصعيد الإسرائيلي اللبناني هذا وتبادلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني القصف العنيفي على طول الحدود وأوضحت مصادر لبناني أن هجوما جويا بسرب من المسيرات استهدف مقر سرية تابعة للواء حرمون 810 الإسرائيلي وأصابت أهدافها بدقة كما علنت وحدة الدفاع الجوي في حزب الله تصديها لطائرة حربية انتهكت الأجواء اللبنانية وأطلقت باتجاهها صاروخ أرض جو وأجبرتها على التراجع ومغادرة الأجواء اللبنانية يأتي هذا في الوقت الذي أجرى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو تقييما أمنيا في ظل الأوضاع في الشمال شهدت مصفات نفط في مصفات غرب أربيل انفجارا انفجاري 12 سهريجا للنفط جراء حريقا نشب في المصفات الواقعة غرب أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق وخرج الحريق عن السيطرة رغم وجود 35 فريقا للدفاع المدني في المكان وأشارت وسائل إعلام محلية إلى وقوع إصابات تنطلق اليوم قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في إيطاليا ويتضمن برنامج القمة بحث الأزمة الأوكرانية وجلسات عمل حول أفريقيا وتغير المناخ والتنمية بالإضافة إلى ملف الهجرة والأمن الاقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفق مجلس الشيوخ الأرجنتيني بشكل عام على نص معدل لمشروع قرار قدمه الرئيس الأرجنتيني الليبرالي خافير ميلي بشأن تدابير اقتصادية لمواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد وبعد أن أقره مجلس الشيوخ بصورته العامة من المفترض أن يناقش أعضاء المجلس النص بالتفصيل وأن يصوتوا على بنوده المائتين وثمانية وثلاثين بندا تلو الآخر وبعد إقرار هذه البنود من المفترض أن يصوت المجلس مجددا على النص بأكمله ليحال بعدها إلى مجلس النواب لإقراره بصورة نهائية وجاء تصويت الشيوخ وسط مظاهرات أمام مقر البرلمان تخللتها صدامات بين المحتجين والشطة أوقات نبعة جرحة انتهى مجاز التاسعة